شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية وأسعدت الفريق ركن ذياب بن صغر النعيمي رئيس هيئة الأركان لقوة دفاع البحرين في اجتماعي أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية ورؤساء هيئة الأركان العامة لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية أكلم معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية في اجتماعي أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية ورؤساء هيئة الأركان العامة لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن والذي عقد في مدينة الرياض على أهمية الاجتماع في الاطلاع على كافة الإنجازات التي حققها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن كما يعكس الدور القيادي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين في تعزيز العمل العربي المشترك ودعم الشرعية في كل مكان وفي اليمن الشقيق وشدد معالي وزير الخارجية على موقف مملكة البحرين الراسخ بالوقوف مع المملكة العربية السعودية في كل مكان فيها أمنها واستقرارها مؤكداً معالي أن استغرار اليمن هو شأن حيوي لدولنا جميعاً لأن اليمن هو عمق وتاريخ ونظرة استراتيجية مستقبلية تقوم على استغراره وأشار معالي إلى أن مملكة البحرين ليست في موقف يستهرف طرفاً معيناً في اليمن بل إنها رحبت بجميع الأطراف اليمنية في المملكة العربية السعودية وإنما هي ضد التدخل الخارجي في اليمن وخاصة من قبل إيران وضف وزير الخارجية أن قوات دفاع البحرين موجودة مع شقائهم من القوات السعودية والإماراتية في كل مكان فيه مواجهات ضد أعداء الاستغرار وضد الإنقلابيين في اليمن وأن مملكة البحرين ستظل على هذا الموقف حتى تبسط الشرعية سيادتها على كل أرجاء اليمن ونوه مع الوزير الخارجية إلى أن مملكة البحرين اتخذت خطوة مشتركة مع عدد من الأشقاء ومع الولايات المتحدة بتصنيف عدد من الأفراد والكيانات ضمن القادة والموولين ومقدمي التسهيلات لتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين في الجمهورية اليمنية وذلك في إطار المساء المتواصلة لقمع التمويل عن الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديداً لأمن المنطقة وأشهد معالي وزير الخارجية بالجهود الكبيرة التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإيقاثة والأعمال الإنسانية وكل القائمين عليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر